وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد شهد فعليات ختام الموسم الخامس لمبادرة رالي السيارات الكهربائية المقام إيفر مصر والمقام بمدينة العالمين الجديدة كانت منطقة يو أرينا بمدينة العالمين الجديدة قد أنهت الاستعدادات النهائية من تجهيز أرض سباق النسخة الخامسة لمسابقة أكبر رالي السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط وذلك بمشاركة عشرة ألاف طالب من مختلف الجامعات